نشرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها قائمة بالعمل الإرهابية التي رعتها إيران في أوروبا خلال العقود الأربعة الماضية وجاء في مقدمة القائمة أن النظام الإيراني قد جلب المعاناة والموت للعالم وشعبه وتحديدا في أوروبا حيث قام بسلسلة من الاغتيالات والتفجيرات والهجمات الإرهابية أوروبا أو كما تلقب بالقرة العجوز أنهكتها حروب طويلة حتى اتحدت دولها وتعافت ولكن سرعان ما استهدفتها مخططات النظام الإيراني ما بين اختطافات واقتيالات وتفجيرات وعمليات تجسس بعضها نفذت وبعضها أحبطتها الأجهزة الأمنية الأوروبية ففي قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي توضح الأعمال الإرهابية التي رعتها إيران في أوروبا خلال العقود الماضية أي ما بين عام 1979 و2018 ففي يناير من عام 1985 في اليونان قامت عناصر من حزب الله اللبناني باختطاف طائرة تي دابليو اي رحلة رقم 847 بدعم لوجستيم من إيران وقتل خلال العملية أمريكي من القوات البحرية وفي باريس وتحديدا في ديسمبر من عام 1985 وسبتمبر عام 1986 أقدمت عناصر من حزب الله على تفجير عدد من الأهداف الناعمة وقد وفرت إيران الدعم اللوجستي للعمليات وقتل على إثرها 12 شخصا وأصيب 200 أخرون وفي فيينا عاصمة النمسا في يوليو عام 1989 قامت عناصر إيرانية باستخدام غطاء دبلوماسي باقتيال رئيس جماعة الأكراد الإيرانيين المشقين عبد الرحمن قاسملو وعضوين أخرين في الجماعة ومع بداية التسعينيات وتحديدا في شهر أغسطس من عام 1991 1991 قامت عناصر إيرانية باقتيال رئيس الوزراء الإيراني الأسبق شاهبور باختيار في مدينة سورسينس الفرنسية وقد فر إثنان من القتل إلى إيران في حين تمت إدانة الثالث وفي سبتمبر من عام 1992 عناصر من حزب الله اللبناني يقتلون أربعة أكراد إيرانيين منشقين في هجوم بأسلحة صغيرة في إحدى مقاهي العاصمة الألمانية برلين ووفرت إيران الدعم اللوجستي لهم وقد تم محاكمة أربعة عناصر وإدانتهم عام 1997 أما في فبراير من عام 1996 قام عنصر إيراني باقتيال عضو في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وذلك في مدينة إسطنبول التركية وحسب القائمة الأمريكية في فيوليو من عام 2012 ألقت السلطات البلغارية القبضة على عناصر من الحرس الثوري الإيراني بتهمة مراقبة أهداف إسرائيلية أما في العام نفسه فتم إحباط هجوم من قبل السلطات التركية بعد دخول أربعة عناصر من الحرس الثوري الإيراني البلاد وفي العام الذي يليه جمهورية البوسنة والهرسك تطرد دبلوماسيين إيرانيين بسبب التجسس وعلاقات ذات صلة بالإرهاب وفي العامين 2016 و2018 دهمت السلطات الألمانية منازل ومكاتب لعشرة عناصر من الحرس الثوري مشتبه بهم في عمليات تجسس وفي مارس عام 2018 تمكنت السلطات الألبانية من القبض على إيرانيين بتهم تتعلق بالإرهاب أما مؤخرا فقد تمكنت السلطات البلجيكية من إحباط هجوم إرهابي استهدف مؤتمر المعارضة الإيرانية في باريس وأوقفت زوجين من أصل إيراني متهمين بمحاولة التنفيذ فيما اعتقلت ألمانيا دبلوماسيا إيرانيا يشتبه بتورطه إذن ليست منطقة الشرق الأوسط وحدها من عانت إرهاب الولي الفقيه فلم يسلم الغرب أيضا من مخططات الحرس الثوري التي يبيحها دستور عام 79 سنة مشؤومة لحقتها عقود أكثر بؤسا ولا مجال للتاريخ سوى أن يدون جرائم الولي الفقيه بدءا بما حل بالشعب الإيراني المطهد ومن ثم المنطقة والعالم من لحظة وصول الخميني وحتى يومنا هذا قد يعجز التاريخ لكن لا بد له من كتابة نهاية لهذه القصة البائسة